قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لقاءه مع نظيره الموريتاني شهد التأكيد على أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وأوضح الرئيس السيسي أن مصر وموريتانيا شددت على أهمية حتى إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأية حلول وسط التي تم ترحوها خلال التفاوض وتلبي مصالحها دون الالتفات على حقوق ومصالح دولتي المصب من ناحية أخرى تناولنا ملف سد النهضة الإثيوبي وتبعاته الخطيرة على الأمن المائي لدول مصب حود النيل حيث أكدنا أن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وشددنا على أهمية حتى إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي تم ترحوها على مائدة التفاوض والتي تلبي مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب وذلك من أجل إبرام انتفاق قادوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة كما اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية في ظل الدور الحيوى الذي تقوم به كل من مصر وموريتانيا في هذا الشعل مع استمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز التحديات وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائل أبناء قارتنا العريقة